لكم مشاهدين الكرام من جديد. اذا الشوط الاول ينتهي بتقدم اعمان هدف مقابل لا شيء. السعودية تتعادل مع تايلاند صفر صفر. وجدول الترتيب كالاتي السعودية في المركز الاول برصيد سبع نقاط. تايلاند في المركز الثاني خمس نقاط. واعمان افضل الثوالث المركز الثالث برصيد اربع نقاط. اه قلقستان بدونك. طبعا بها الطريقة واضح ان اعمان الان تتأهل بشكل رئيسمي. لكن بحتى نهاية الشوط الاول. اه طلعنا بنتيجة جابية الشوط الاول. اه مثل ما ذكرت منتخب برغستان ايضا لحظوه. محتاجين نكون اه على مستوى الدفاعي افضل من الشوط الاول لانه واضح انه في في فراغات في مساحات. اه ما عندنا حلول في حارة البناء. اه لازم واحد من المهاجمين لازم ينزل. اه حلول هجومية مش موجودة. عشان نظم النتيجة. قرقستان منتخب منظم ممكن يسجل عليك في لحظة. ميسباس وايض في ضيعنا الكورة. اه اللاعبين اللي يعتمدوا عليهم الفريغ اليوم ما كان اه ما قدموا المستوى المطلوب. ولكن الاهم اللي هو النتيجة الى الان احنا واحد صفر من صالحنا اكيد. ولكن بهذا المستوى يعني راح تسجل علينا. رازم نكون افضل دفاعيا. يكون اه افضل على مستوى الخطوط. لان الى الان يعني مغد ضمن المستوى المطلوب. بس فيصل. اه اه اكيد اه اكيد خالد مثل ما شفنا احنا متخب عمال صح ان لو حد الحين ما اخذ الثلاث نغاط. حد شرط الاول. بس ان اه مفرصة واحدة تراها. على فكرة يعني اللي شفناها. فامتخب قرقستان بمكان ان يسجل عليك في اي وقت. فانت راح تكون في مشكلة في الحالة هذه. حالة التعادل ما تفيدك. انت تلعب عمال فرصة واحدة. فالمتخب العمالي الوقت الحالي لازم يستغل. يستغل التقدم هذا. لازم يحافظ على النتيجة. فمحتاج باني يبذل جهد اكثر. محتاج باني يبذل جهد اكثر. عنده خمشة ربعين دقيقة توصل انه يكون في الدور الثاني. فاتمنى انه يكون التركيز اكثر في الشوط هذا. ايش معنات كلمة التركيز اللي يقصدر في ايصل. اني شاف من برات عمال. تركيز اللي هو مجاسم اللاعبين يعني. لو ما لو ما سجلت الثاني ما يدخل ما استقبل مرما يقول. لانه هذا الهدف هو اللي بيوديني الادوار اه نهائية. زر 16. فانا اتمنى زي ما اقال. هل فعلا العماني ما كنا مراكزين الشوطر اول? لا لا بالعكس يعني مدام ما ما استقبل المرما هما يقول مناتوا لسه. هما في التركيز. لكن الاهم انه ما يسجل فيهم لانه المتخب العماني. زي. سهلة ابو جاسم يعني الوصول المرما الفريق العماني باكثر من من فرصة سهلة. وما حققوا يعني المراج قيرا غستان. بس هما قادرين يسجلون بالمباراة. لانه خط دفاع عنده يصعد بس تارك وراء خطوطه يعني اي كرة ترجع مرتدة خطرة على المنتخب العماني. فهاي لازم يعني انتبهونا عليها بالشوطة ثانية. في كرتين هجمات مرتدة كانوا على خطرات. كرتين. والله الله عز ترى. في مساحات كبيرة بين خط الدفاع واثنين المهاجمين. يعني بامكان المنتخب قرغستان دفاع واثنين المهاجمين. يعني بامكان المنتخب قرغستان يستغلها باي وقت ويسجل منها. يعني اكثر من كرة ما فيه الا اجتكاز واحد. بس بالنص اللي هو على الهجوم المرتد مثلا او عمستوى صناعة اللعب. هو اللي بصنع. وبحاثة الهجوم. المنتخب العماني. الاربع اللي جوا يسلمون حانهم للخمس المدافعين. ما في حركة يعني المهاجمين اللي اثنين ثابتين. ما هو واحد تنزل واحد بطلع يعمل الفره. فمباراة بتخوف اه اتوقع اذا ما ما ركزوا المنتخب العماني. نتيجة راح تنقلب عليهم وما يقدروا يتأهل. جماهيرنا الاكترية اللي تواجدته مدرجات اليوم ملعب لموازلات المنتخب العماني ومنتخب اه قرغستان. اه تواجد جماهيري اكتري للموازرة والتشجيع. خالد سلمان اه المنتخب العماني. انا اشوف انه هو حقق المراد. انا مراد انها اتقدم في 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 الشوط. حققته. صحيح. سجل هدف. سجل هدف من كرة ثابتة ركنية. لعبت. وهدف فيها الحظ ملعوب فيها. لكن لا توجد اي هجمة ملعوبة بشكل جيد. عنده اثنين روس حربة موجودين. اتكلم على لعب واحد. موجود اللي عنده الحلول الفردية. ودائما اتكلم علي حياة بشكل عام. خط الدفاع المشكلة الاربع الموجودين. لان مراقبة جيدة موجودة. ولا كذلك حتى حتى البناء الهجمة الموجود موسط الملعب. بعد كذلك عملية البناء. عملية التسريع في في الكرات. نعم. الاطراف اللي كنا نتوقع انه جميل. يكون هو يعمل الدور كبير في الجهة الاسرة بشكل جيد. نعم. بعد كذلك آآ قاب بالنسبة للفريق لهذا الاساس. قبتان احمد يقول احنا كسبنا واحد صبور هذا هو المطلوب لكن الاده كبتان احمد يقول احنا كسبنا واحد صبر هذا هو المطلوب. لكن الأداء لا. طيب. ما يدي لشوت الشوت الأول في السعودية وتايلنت صبر صبر. يعني شوت جيد من قبل الفريق السعودي يلعب كرة هجومية سيطرة على وسط الملعب انتشارها سليم. آآ التحولات السريعة اليوم. اعتقد يعني شوت جيد قد من الفريق السعودي. فقط اعتقد اللمس الأخيرة على المرمى. يعني كان كان بمكان الفريق السعودي يشدد تايلندي فريق عنيد سريع. التحولات سريعة. حتى سبت عليه آآ حالتين تسلل. نعم. غريب لاعب آآ يقدر يلعب ما بين الخطوط. لاعب ذكي. يعمل سكان قبل ما تجيه الكرة. فكرته حاضرة. لاعب خفيف وسريع. نعم. وقت تصل للكرة قاعد يعمل في آآ ثمائيات وثلاثيات. جابت عديد من الفرص. آآ نشوف في تغييرات ثلاثة في منتخب القسام في هذه آآ اللحظات وبداية الشوت الثاني بعد لحظات جدا. آآ توقعك محمود اسرع لو سمحت مبارتين. اسرع. ان شاء الله انهم يسجلوا المنتخب العماني ومنتخب السعودي بسجل ان شاء الله. فريصل. هتوقع واحد صفر عمان واحد صفر سعودية. موسى. سفر عمان واحد صفر سعودية. احمد. نين. انتو اتنين. اه خلق يستن دخلوا ثلاث اتنين. سعودية. خليل اروح. ليه? سعودية ثنيا وعمان ان شاء الله اتنين. ادرطيخ. سعودية اتنين وعمان ان شاء الله اتنين. كبتان مندر? واحد صفر واحد صفر. خالد? واحد صفر واحد صفر. اوكي. اه. اشتماع نتيجة اعمان وواحد صفر للسعودية. هذي بالنسبة من مبارات اه قرقستان وعمان انتقلوا اياكم الان يا سيد عبدالله. اه بن خليفة والتعليق راح يكون مع اه سمير اليعبوب. سمير على على الاكسرا اه اثمين. اه السعودية الى الان اه ما بدت. لكن السعودية اه ضيعوا ركاة جزاء ناصر. اه خالد ضيع ركاة الجزاء اول شي انا بصراحة الكابتن عبدالله رديف. مفروض ما يشوت ركاة الجزاء لانه لاعب صغير. ما نتمنى انه يشوتها عشان لا يصير عليه ضغط جماهير. احنا نعرف جمهورنا. راح يحاسبك راح يتعامل معه. سالم اللي اعطى. حتى انا لهم سالم المفروض هو اللي يشوت. سالم لاعبين الخبرة اللي موجودين هم اللي يشوتون. مفروض اللي يسدد اللي معين من المدرب. المدرب صحيح. معين من المدرب صحيح. شكل المدرب حتى استغرب صح? اه انا واضح. اه ايه ايه واضح هلا. اوكي اه اتكلم المنتخب السعودي عموما اه هاي مبارات عمان بدت. مين? بدأ الشوط الثاني الان المنبرات المنتخب السعودي والتايلندي لحظات. ويبدأ الشوط الثاني. وانا الصورة برا انا ما بيخاطر وايد. انا احنا ما ما ادخلوا الفريقين الارض اه الملعب. خلنا نتكلم ان المنتخب السعودي يعمل بعض التبديلات ولكن واضح. المنتخب السعودي فارض السيطرة التامة واسلوب لعبة يعني. ويتمتع بالمبارات. هو ما عليه ضغط. هو اول اول مجموعة. بيبرز لاعبين ويطبق اسلوب لعب معين ويحاولون يعني ان جواب المبارات يتمتعون. يوصلوا للمرمة باكتر من عدد لمسات ممكن. فاه التوقع السيطرة تامة المنتخب السعودي وحتى تسجيل هدف وتفوق المباراة. اذا مشاهدين الكرام وياكم الان الى استاذ مدينة التعليمية وراءة اه السعودية والتعليمية على الاكسترا واحد. خالد الحدي لحظة شوي. من يجاب القول? لا قول. قول قول رجالي. في هذه اللحظات يحرزون هدف على المنتخب العماني. العماني هدف مفاجئة احمد ها? اه خالد مثل ما ذكرت انا احنا ممنظمين في من ناحية الدفاعية. نعم. بعد اول بداية تتسجل التعادل. طيب اذا هاي مباراة لازم تكون منظم دفاعيا. الهدف انت بتسجف الى افسي. تسلل صح? افسي. افسي تسلل. ان شاء الله تكون تسلل. لو كنت يوفق المنتخب العمان ان شاء الله الى ايضا. ما قلت لكم الاكسترا واحد والتعليق مع خالد الحدي.